كلنا عارفين ان الجبنة القريش مفيدة جدا لولادنا بس لو غيرنا طعمها اكيد هيرضوا يكلوها لان هما ما بيرضوش يكلوها طبعا عندنا كيلو من الجبنة القريش هنحطها كده في الكبة وهقول لكم بقى هنضيف عليها ايه علشان ولادنا يطلبوها مننا كل يوم وكل يوم نحطها لهم في اللانش بوكس ضربنا الجبنة القريش دي في الكبة كويس جدا وبعد كده هنضيف عليها انا جايبة ربع كيلو او علبة من الجبنة اللي بتعم الجبنة الرومي عندكم طبعا أنواع كتير جدا من الجبنة دي وممكن تستخدموا جبنة طعم الجبنة الشيدر أو أي طعم انتوا حابينه كمان قطعة من الجبنة القديمة بس تكون قديمة كده ونعمة وطعمها حلو جدا انتوا عارفين ان الجبنة القديمة دي بيبقى طعمها حلو قوي بس طبعا لوحدها كده صعبة جدا على الأولاد هحط كمان كباية من الطحينة و3-4 كباية من زيت الزيتون كنت عملتها معاكوا قبل كده بالسمنة البلدي وناس كتيرة جدا قايت للسمنة غالية فعايزين نستبدلها فاستبدلتها بزيت الزيتون يكون طعمه حلو ورحته حلوة يعني انتوا حابين كده ان انتوا تشموا رحته وكمان تكلوه فحطيتوا كده علشان كمان يبقى مفيد للأولاد وخلطنا بقى الحاجات دي كلها جدا جدا في الكبه ممكن تقسموا المقدارة على مرتين علشان نتطحن معاكم طحن ناعم جدا جيمنا بقت جاهزة معانا نحطها في علبة كده في التلاجة بتتحفز معانا في التلاجة عادي جدا لحد ما تخلص انا متأكدة انها هتعجبكم وهتقوم وتجربوها